إذن أعلن الدكتور محمد اشتير رئيس الوزراء الفلسطيني قدم أعلن استقالته قدمها للرئيس أبو مازن قدم استقالة حكومته للرئيس أبو مازن واصد أنباء عن ترتيبات جديدة ربما حكومة تكنوكرات وليس حكومة فصائلية في المرحلة المقبلة المصادر الفلسطينية تحدثت عن أن تغيير الحكومة لا علاقة له بأي ترتيبات ولا أي ضغوط خارجية على الإدارة أو على السلطة الفلسطينية نسمع جزء مما قاله الدكتور محمد اشتير في استقالته والحقيقة أن حكومة دكتور اشتير يعني واجهت أصعب المواقف بشجاعة كبيرة فيجب أن نقدم لها التحية على مجهود كبير قدمته حكومة دكتور اشتير يعني عاشت شهور الحرب الصعبة منذ 7 أكتوبر حاولت تقديم كل ما تستطيع من مساعدات خاصة على الجانب الصحي في الأوقات الصعبة والمتأزمة التي حصرت فيها المستشفيات في غزة والتي منع الدواء عن المستشفيات فحاولت تقديم كل ما تستطيع في هذا الإطار تحية لحكومة الدكتور اشتير نسمع جزء من ما إعلان الدكتور محمد اشتير استقالته واستقالة حكومته للرأي العام أنني وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف السيد الرئيس وذلك يوم الثلاثاء الماضي 22-24 واليوم أتقدم بها خطيا يأتي هذا القرار على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في غزة والتصعيد غير المسبوك في الضفة الغربية ومدينة القدس وما يواجهه شعبنا وقضيتنا الفلسطينية ونظامنا السياسي من هجمة شرسة وغير مسبوقة ومن إبادة جماعية ومحاولات التهجير القصري والتجويع في غزة وتكثيف الاستيطان وإرهاب المستعمرين وإجتياحات متكررة في القدس والضفة للمخيمات والقرى والمدن وإعادة احتلالها والخنق المالي غير المسبوك أيضاً ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية سلطة إدارية أمنية وبلا محتوى سياسي على جانب آخر انتقلت المفاوضات إلى الدوحة مفاوضات الهدنة أو التهدئة إلى الدوحة يعني الأنباء تتحدث عن الاقتراب من التوصل لاتفاق ربما قبل دخولنا شهر رمضان الكريم اشتركوا في القناة